مرحبا أيها الأمور كيف حالكم؟ اليوم سوف نحن نتحدث عن بانكرياس و المنطقة في الفيديو الماضي قلت أن البانكرياس قلت أن البانكرياس هو مضحة جلان وهو مضحة جلانات وهو مضحة جلانات إنسولين و غلوكاجون وحكينا وقتا شهي يعني هايبرغليسيميا شهي يعني هايبوغليسيميا مديره من جلاء النيفجية الإنسولين و غلوكاجون أن الإنسولن نزل المنظمة السكر بالدام و الـ غلوكاجون تعليم المنظمة السكر بالدام وقلتنا بالبانكرياس في نوعين من الخلية ألفة السلس و بيتبع قلتنا أن الألفة السلس سيأكلني نجل المنظمة سيأكلني نجل المنظمة سلك الآن سوف نتحدث عن ما يحدث في حالة هايبوغليسيميا حداً شخص ايجا اكل وشبة غنية بالسكر او نشويات معجنات غيرها كله هيدا بدي يعطيني سكر ماشي لما ايجا اكل وشبة غنية بالكاربوهايدرات كله هيدا بدي يتحول لغلوكوز في داخل القليد سيقوم بالدك وشبة غلوكوز سيقوم بالدك وشبة غلوكوز ماذا يحدث بالدك في غلوكوز؟ سيقوم بالدك سيصبح ارتفاع بنسبة السكر بالدك ونحن نسميها هيبرغليسيميا هايبرجليسيميا والاكر رح يصير فيه هايبرجليسيميا يعني نسبة السكر رح تصير بالدم أعلى من الوام بوام 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 طبعا بعض الأكل طيب ارتفاع نسبة السكر بالدم بيسوط ضل هيكي بمفتفع نسبة السكر بالدم؟ أكيد لا هيدا الشي بيعمل بروبلمز مشاكل ب FIR Tesis ارتفاع نسبة السكر بالدم ستيملات بنكارياس يعد عبار البنكارياس ويقول للة يا بنكارياس الحقنا أنا عليت بالدم ل Platinum هيدا مين بال жел adjustment LIEitting بنكارياس it stimulates البنت بنكارياس أنهم يساعدون الهورمون 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 طبعاً أنا كيف أسميهم؟ هاو دي اللجند سيئهم هيدا جلوكوز موليكول وهيدا إنسولين لذلك بانكرياس ساعدون إنسولين الآن ماذا يحدث؟ هيدا الإنسولين يمشي به الدم ويقومه عند التارجيت أورغانز على الأعضاء المستهدف اللي لقله شي يعني التارجيت أورغانز يعني الأورغانز اللي عليهم ريسابتور للإنسولين We have two types of organs having receptors for insulin or processing receptors for insulin the liver cells and the muscle cells liver cells خلايا الكبد خلايا الكبد اللي هو ناسم بالإنجلش hepatocytes hepatocytes خلايا الكبد خلايا الكبد على سطح في receptors how the receptors بيستقبلوا من الإنسولين when insulin binds to the receptors at the surface of liver cells this is or this forms the hormone receptor complex يعمل hormone receptor complex شو بيعمل هيدا الشيء؟ هيدا الشيء إنه أنا الإنسولين قعد على الرسبتور بقوم بيخلي liver cells تسحب لغلوكوز absorb لغلوكوز so the binding of insulin يعني هيدا الخليط الكبد هيدا الرسبتور للإنسولين قعد الإنسولين مشارط ما يقعد الإنسولين بيخلي خليط الكبد تسحب لغلوكوز زيادة من الدم طب خلايا الكبد شو بده فيهن للغلوكوز شو بده تعمل فيهن بده تخزنن so liver cells store glucose inside them طب بتخزنن كيف تخزنن أنا إذا عندي هلأ سكر أوكي إذا بدي خزنن ببدي جيب كياس وعبيهم بكياس تخزنن أوكي وإلا إذا تركتوا سكر هيك عادي من دون ما يكونوا مخزنين مجرد ما يلحقوا شوية ما يبدوبوا أوكي نفس الفكرة liver لما يسحب السكر يسحب لغلوكوز شايفين؟ عم يسحب لغلوكوز liver يأخذ لغلوكوز liver cells عم تأخذ لغلوكوز إذا بقي لغلوكوز برجع بيطلع وهذا الشيء ممنوع so liver cells بتحول لغلوكوز لمولكول كتير كبير اسمه glycogen glycogen هيدا الجلايكوجن شايفينه؟ فإذا خلايا الكبد تأخذ لغلوكوز وتحوله لغلوكوز عملية تحويل لغلوكوز لغلوكوز إلى اسم glycogenes 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 تكوين بالعربي formation of glycogenes وين بتصير هيدا العملية؟ بتصير بمحلين لغلوكوز خلايا الكبد وخلايا العضلات حسنا؟ خلايا الكبد وخلايا العضلات بخزنه السكر اللي هو جلوكوز بشكل غلوكوز مني قال له نخدوه وخزنوه وعملوا غلوكوز إنسولين لذلك إنسولين هرمون فايفور غلوكوز غلوكوز إنسولين هرمون هو اللي بيحفز تكون لغلوكوز غلوكوز غلوكوز ما يعني غلوكوز غلوكوز يعني نظمة رجعها لوضع الطبيعي لهذه غلوكوز 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 طبعا هذه العملية بدأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات بعد الأكل لتصير مية بالمية ولا ينظم نسبة السكر بالدم الآن مريد السكر ما بتصير عنده هيدا البروكوز عنده مشكلة نظيم هيدا الشغلة حسنا؟ حسنا في حالة غلوكوز في حالة هايبو نظم نسبة السكر بالدم هيدا الشخص صايم له فترة طويلة هيدا الشخص ما عم يأكل هيدا الشخص ما عم يستهلك سكر ما يحدث غلوكوز 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 المتواجد غلوكوز غلوكوز هذا يتبع هايبوغلوكوز أقل من 0.8 جرام لتر أقل من 0.8 سير لدينا هايبوغلسيما هيدا هايبوغلسيما بتبع تلامين للبانكرياس الحقنا بانكرياس ألفا سيلز بيفرزوا هرمون اسمه غلوكا جون مشي غلايكوجين ولا غلوكوز غلايكوجين والغلوكوز انواع سكر غلوكا جون هرمون هلا حدا بقلي اسمه غلوكا جون اذا هيك سهل عليك بالحفظ احفظه غلوكا جون هرمون بيمشي بالدم بيوصل عدمين على الريسبتورز اللي لقله with kalmyra currently Good calls only liver cells هن بدي ادميز الانسلن على مين بيشتغل على القلق والمصرص الانسلن بيشتغل على القلق والمصر صال وفيقله نخزنوا غلوكوز بشكل غلايكوجين. 1970 ولكن غلوكا جون لا يوجد في الديفحظ ليش؟ بيجيo غلوكا جون بيقعد عريسبتورز ويقللو يا غلايكوجين يرجعوا وتحولوا لغلوكوز واطلعوا عى الدم يعني بيرجع بيحول لجلوكوز اوكي لجلوكوز وبرجعوا عى الدم العملية اسمها لحزين الاسم هونيك تكوين منها لجلوكوز هون لا اسمها تفكيك تفكيك لجلوكوز وين بتصير بس بخلايا الكبد ليش مش بالعضلات هلا حدا عبيس ارحاله طب ليش العضلات مخصن مش مثل الانسولين لانه بكل بساطة العضلة ما بتستخنى عن السكر اللي بقلبها العضلة ما سدقت عقلة تخزن لجلوكوز بشكل جلوكوز تجي بتستخنى عنه بها البساطة المسلز هن هن موسط اورجنز تحتاج لجلوكوز هن اكتر اعضاء بحاجة الجلوكوز ما بيستغنوا عن الجلوكوز عشانك بخزنوا بشكل جلوكوز و هن بيستعملوا لين جطاقة لذلك فقط لجلوكوز يستعملوا لجلوكوز السكر يصبح يكسر الدهنيات الأنسج الدهنية اللي بتطلع منطقة البطن منطقة الخسر يصبح يكسرها وينتج منها سكر حسنا نعود على السلايد اللي قبل حسنا يقول لي طب يا أستاذ العضلة والكبد تحتاج لجلوكوز ما عاد عنده القدرة يخزنه وين بدي يروح السكر الزيادة إذا بعض الإنسان عبياكل يقول له هيدا السكر الزيادة بيتخزن بشكل انسجة دهنية منطقة البطن والخسر يعني بكل بساطة إذا بتاكل زيادة عن اللزوم لفترات طويلة كل شي سكر الكبد بينتلي العضلات هيدا السكر الزيادة وين بيروح بدي تخزن بشكل دهنيات والعكس بالعكس إذا صايم لفترات طويلة الكبد تخلص المخزون اللي عنده من السكر بيستهلك العضلات بيستهلك مين مش العضلات بيستهلك الدهن إذا خلص الدهن بصير يكسر البروتين بيكون الجسم عبياكل حاله لأنه جسمنا مكوم من البروتين ويبدأ مرحلة الموت حسنا لن تتحدث عن ديابيتس إذا أريد أن تتحدث عن مرض السكر مرض السكر مرض السكر مرض السكر مرض السكر دائم ارتفاع دائم بالنسبة السكر بالدم فوق الواحد فاصل اثنين إن أكل أو لا أكل هذا الشخص حتى لو لم يأكل 1.2 وإذا ارتفعت كثير نسبة السكر بالدم تأتي لك لايكو جوريا بيصير السكر يطلع بالبول يعني إذا عمل فحص بول يطلع فيه سكر هلأ أي إنسان بيعمل فحص بول يطلع فيه سكر يعني عنده سكر بالإنسان الطبيعي قد ما يأكل قد ما يأكل قد ما يأكل سكر ما بيطلع بالبول هلأ في إدوية بتخلي السكر يطلع بالبول أو الحمل بيخلي السكر يطلع بالبول حامل بفترة تفكر عندها سكر لماذا؟ لأنه السكر يطلع بالبول لماذا؟ لأنه ابن عم يعمل مثلا مثله يعني هي نفسان ليس موضوع الديابيتس السكري نوعين نوع نوع اسمه إنسولين ديباندن ديابيتس ميليتس هو نوع من أنواع السكري إنسولين ديباندن يعني سببه مشكلة بالإنسولين لا يوجد إنسولين لا يوجد حدا ينزل نسبة السكر بالدم هذا الشخص علاجه ونعطيها إنسولين لكن الثاني ديابيتس وإجمالا يكون وراثة يكون إنسولين ديابيتس ميليتس المشكلة ليس بالإنسولين مشكلة بشيء ثاني غير الإنسولين تظل نسبة السكر عالية بالدم هؤلاء الأشخاص إجمالا لا يتعالجوا بالإنسولين يجب أن يحموا حالهم شاهدوا لها الرسمة هون هذا شخص أكل وشب غذائية على السكر عنده أما الجسم فراز إنسولين يحول الجلوكوز لغلايكوجين غلايكوجين نزل السكر ثلاث أربع ساعات أكثر بعد ساعتين نزل السكر أما الجسم فراز غلايكوجين على نسبة السكر عن طريق تحويل لغلايكوجين لغلايكوجين بتظل هيك لاحظين كيف تطلع وتنزل؟ هاي دي تنظم هاي دي الشغلة بجسمنا يعني كمية السكر بالدم دائما بانتظام تنظم هاي دي كل هالفكرة اللي أنا عم بشرح لفرجيكم إنه الهورمون بجسم الإنسان إن كانوا الثايرويد هورمون أو البانكرياتيك هورمون كلهم إلهم وظائف أساسية وضرورية بجسم الإنسان من دونهم ما فينا نعيش اوكي؟ بتمنى يكونوا بفهم هيدا الفيديو اه اه بالنسبة للحياة العادية إنه الواحد يعرف عن السكر بالدم وعن الجليسيميا وعن مرض السكري وغيرها بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب للشانل ما تنسوا وتفوتوا على على الفيسبوك اللي بحب يشوف هود المعلومات موجودين على على الفيسبوك وإذا كنت لدي أي سؤال تريكلنا بالتعليقات تحت أراكم في القناة الانشاء الله وعن المشاهدة لك